ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنت أخافة لها معلومة خافة لها هي اللي عندي في هذا الدنيا وانتو ما عارفين قصتي لأنك أصحابي ستكون عندي تمارة بثاف ولكن قليل قليل فاشكنت نقضي المهمات وأي مهمة يعطيوني نقضيها بسهولة وكان أعتبرها غير بريكول السلاح اللي نخدم به هذا من الأسلحة الحديثة ذات العيار تاقي هو السلاح أمريكي ستونه اللي بدأت الصناعة دياله عام 2001 هذا السلاح صيبوه خصيصا بشار يضرب ضحايا على بعد جوش كيلومتر الحمد لله والتي كانت تقنوه مزيان وأحسن حاجة وهو يركب فيها كاتم صوت وأنا والتي كانت موت لذلك الصوت اللي كيتسمه من اللي كانت يرفش واحد الحياة ديالي رجعت للطبيعة دياله وخمزان عندي مشاكل مع المافيات وعارفهم ما ما كيحملونيش ولكن ما شي منا الصالح ديالهم يقاديوني مهم كانت الأمور كلها بزيانة اليوم خارج أنا والحب ديالي كان سمت عب الغروب كلها نهاية أسبوع صونيا والتي كانت موت عليها كانت موت عليها كانت موت على شي حاجة اسمتها أيمن مهم خرجنا من بعد ما لبست لي صونيا لبست زوينة وكيف العادة غزالة فنة كيف ما شفتها أول مرة وصلنا الكافر لأنفس مع البحر شاد في الدين صونيا وكان قوليها حبيبة ديالي كان نحمد الله وكان شكره حيث أنت معايا كان اعتبر كل شيء في حياتي ماذا أنت؟ نعم كل شيء والله كانت ضروري من تبرزاد ما سوف يجعلوني هانين هذه الناسات المرة الجاية سوف ينطفعوا الله بلاتي أريد أن نرى ما هو بلاتي نزيد التليفون ونرى ماذا نعيد قلت لتصونيا لم تفهمت ماذا؟ 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 كان نظن سوف تعرف صوتي حيث قامت بأسنا قليل وحتى نقولك كلمة واحدة سوف تتسلمت وذلك القرضة التي تحدثك ماذا؟ 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 قلت لصونيا مالك لك لا بأس قلت لها أعلان أعلان يمكن هرب عود تصوني التليفوني وانا نقفز لقيت سوفان الذي معيت قلت لي قاله؟ قاله وانا نقفز وانا نقولك بالله عرفت؟ عرفت تساعد الضابط سوف يلقطع معي كيف شرب؟ ما فهمت؟ ما عرفت صاعده اسمح لي ولكن قلت لنا خاصة كنت وصونيا تلتح قدابة بنا في الولاية قطعت وبقيت كنشوف صونيا وكتبا مخلوعة شدت لها يديها وقلت لصونيا ما عندك مناش تخافي تحاجم ما غدي تقاديك ما دم أنا عايش قلت لي يا أنا ما خايفاش على رأسي خايفة عليك صونيا ان شاء الله ما غدي يوقع لي أولو وخنا عرفون فليوة روسيا كلها أعلان غدي يلقوه ما عنده فين يمشي وكانتظن بلي رتاكب خطأ كبير من اللي تصل بي حيث هاد المرة والله ما انتفاك حتى نقتله نطش أنا وصونيا ومشينا الفيلاء بدنا حويشنا ومشينا الولاية غير دخلنا القيناها مبلبلة والسبب الوافاة دي الخبسات للضباط في الحبس من بعد ما هربه ألان من بعد ما وقعت مظاهرة في الحبس كان الغرض منها يهربوا ألان ونجحوا قال لي يا ستيفانا يلا معينتوا وصوفيا وغادي يمشوا للحبس اللي هرب منه ألان ومن بعد غادي يمشوا للفيلاء دياله ركبنا في الطموبيل وتحركنا غادي وأنا مرفوع حاولت نبيه لصونيا باللي أنا مرتاح ولكن في الحقيقة أنا خايف خايف علي مهي وولدي وصلنا للحبس وقعنا الباب مفارقة وكان الريحة الغاز الموسيل للدومة مرونا الدنيا هناك قال لي ستيفانا سير للزنزانة اللي كان فيها ألان وأنا وصونيا سنأخذهم معلومات من عند المدير من الحبس من شمعي الموظف ومشيت نيشا للزنزانة دخلت وبدأت كنقلاب قربت من الحيطة رقيته راسم شي واحد وماللي قرأت اسمي مكتوبة عرفت باللي أنا هو هذا الواحد وكاتب حاجة أخرى قريباً سيتموت جبت تستيله أنوة وكتبت تحت منها في الأحلام ديالك بقيت لزنزانة مرقيت شي حاجة اللي موهمة تميت خارج وبدأت كنحسب الباب الأول والثاني والثالث والرابع البيبان اللي كان ندوز من عندهم ما مقفولة ديالهم مفارقين موار وزيد عليهم حتى الباب الأخر اللي كخوللك تمشي الله نيشا فتيجا الباب الرئيسي بقيت واقف وكان خمام ماتوا خمسة للضباط يعني احتهم هم تورطين وبطبيعة الحال لا قتلوا هم باش ينظفوا العملية وهذا شي من فعل المافيا لحكت على ستيفان وصونيا اللي كانوا مجتمعين مع المحقيقين ومدير الحبس والمسؤولي الكبار ديال المنطقة بدأوا كيدوا بزاف والتواحد فيهم مجبد البيبان والموظفين اللي ماتوا قلت ليهم سمحوا لي غادي نقاطعكم ماش حال ما تودين الموظفين خمسة وبلا ما نبحث عليهم غادي نقول لكم بللي هذ الخمسة هم الحراس اللي كانوا يكونوا ورا الباب وكيعرفوا شكون دخل وشكون خرج اللي بقت نوصل لكم بللي الخمسة اللي كانوا يتعتبروا حواجز قدام ألان باعوا راسهم وسرحوا للطريق وأكيد قتلهم باش يحيدوا الدليل بحتم زيان عند العائلات ديالهم وعرفوا الحركات ديالهم وشوفوا شكون كان كيجي عندهم قلوا كيشوفوا فيه ومصدومين قل لي يا ستيفانا برافو عليك ملاحظة مهمة بزاف مهمة بزاف الملاحظة نعضوا التاصل بالمحقق اللي معاني في الولاية وأطاع هذ المعلومة خرطنا من الهبس وتمينا غادي قل لي يا ستيفانا كنضرب اللي خاصك تعتازي القمس وتخدم معاني محقق هاهاها هي صارحه اليوما يص مصدمتيني بزاف بقيت نغساكت وصلنا الولاية تمينا قادي نوقفني ستيفان وقال لسونيا سيارة سونيا احنا قادي نلحقه لك قال لي مالك مالك ايمن شنو بيك قلت لي ستيفان انا خايف على سونيا تحديد ديال اعلان كان موجه لي انوياه وانت عارفة سونيا حاملة كان طلب منك تتويم على الرئيس وتقول لها يعفيها من المهام ديالها غير بين مولدات وبين معا تنينة مع المجرمات اللي بين الغاية دياله وحدة وهي يقتلني ويقتل الناس اللي كان معي قال لي يكون هاني ايمن سونيا راها بنتي واحتنا قادي نخاف على مصلحة دياله مهم انا قادي نشوف كندير بزاستيفان كيشوف الساعة وقال لي كان ضن ما بقاش الوقت اللي نشوفيه الفيل لدي الآلان نخلي واحتنا نغد مهم بقينا دائرين اجتماع مع الرئيس وقال لي يرد البال انت عارف باللي اعلان مراقبك ولكن ما تخافش غالي يكونوا رجال ديالنا 24 ساعة ل 24 حاضين الفيلة ديالك يعني غير ركز في العمل ديالك وخاصك تعرف باللي هاد القضية هي اللي مركزين عليها دابة وبالخصوص هي القضية ديالالان مهم علاش يوقع هادشي علاش حتى قلت صافي حياتي تقداته وعدي نعيش بسالان وحتى كنا فرحاني من اللي ولدنا غدي يجيو يلقى الحياة زوينه احنا فقنا على كابوس عن نقطة وحاوت نهدأ وقلت لها كنوادك توحد فينا ما غدي تآدى تقي بي نقستنا على دليلة وانا غير كنفكر كيفاش غدي ندير معد اهلان كنحس بالضعف هي تخايف خايف على صونيا وولدي مهم نقست الدليلة من بعد ما عرتب اللي كاني البوليس مطوقي للمنطاقة حسيت شوية بالامان ورغم ذلك نعست مع الطال ما اللي فقت في الصباح تصل بين الرئيس وقال لنا بغيتكم بجوش في اجتماع ضروري فطرت أنا وصونيا وشديني الطريق للولاية كنت كانت مننا نسمع خبار زوين وباللي اعلن شده ولكن والو ما زال ما كنا هناك شيء معلوم عليه طلعنا عد الرئيس وقال صونيا باللي الولاية غدي تعفيك من المهام ديالك بشكل مؤقت بين مولدتي بقاتك تشوي فيها قلت لاب لا ما تشوي فيها رام قلت ليهم والو وزيدوننا رخصك ترتاحي ما بقى ليك والو قلت لي شكرنا السعادة الرئيس قال لي هذا واجب ونزيدك ابنتي صونيا للسلامة ديالك غدي كون رجال ديالنا في المنطقة ديالكم وقدام باب الفيلة يعني ما عندك مناش تخافي خرجنا ما عند الرئيس وقال لي ستيفان نا وصل صونيا وانا غدي نسلناك هناك بش نمشيو الفيلة ديالالان ضروري ضروري ناخده معلومات من عائلتو قلت لي واخ هي اللولا تمت غادي انا وصونيا وهي كاية ما بغيت نجبدأ حيث غالي تدير لي حالة وخالي تشيف مصلحتها عرسلنا لطوابية صونيا وانا غالت تركب القدام قلت لها صونيا ويتركب اللور مشيت بسرعة للفيلة نزلنا واتمينا غادين ديك اللحظة صوني التليفون ديالي جاوبت قلت قالو قالو كنظن ما استوى عبتيت مزيان الدرس ولا كنظن ما خايفش مني إلا زادت مرتك خطوة وحدة باي باي قلت لصونيا وقفي وقف يا صونيا ما تحركيش قالي يا ها كده نبغيك تكون كتسمع لهذا هاد اللحظة القناصة كيتسنى الأوامر مني ومرتك غادي تكون ماتت اسمح لي يا أيمن متى اللي بغيتي يالله غادي زيد كلمة أخرى طلقت السموك وطرت بصونيا دخلت الداخل قلت قالو دائما كتصدمني أنا عاف راسي معا منك أنت عامل ذاك شي علاشة جبت لك قناص في النيفو ديالك ويمكن يمكن يكون حسن منك حيث هو أكبر منك يعني التجربة لغادي تلعب تشاو قالو قالو عن نقطة صونيا وقلت لها هنا ستكوني بأمان وهدخونا بي أو لبي قلت لي أنا خايفة قلت لي وش ما كتعرفينيش أنا عرى ميكروب كتار منه قلت لي واخاك كك خايفة عليك قلت لي ما عندك منه شتخافي بغيت غير نكون هاني من جيتك باش نركز مزيان مع دقالة نادا طلعت للدوش خليت مراية وتميت خارج وخليتها أنفاس معي باش تحكسها الشمس وذلك الساعة ما غادي شوفها وقناص لك أنها مزومي عليها مهم طلعت للطموبيل ومشيت نيشة الولاي قلت الرئيس ما نوقع قالي صافي أنا غادي أعطي أوامر بجميع البنايات المجاورة الفيلا ديالك توليد كنترولها كثير سعادة الرئيس ألانا رأي تعمد على شقة الناس محترف باش ينتقم اليوم كانت غادي تكون صوني أول ضحية كنما تدخلت في الوقت المناسب التحق بنا ستيفان وبتنويه ومشينا ديرك للفيلا ديالا أهلا غير وصلنا لها ما لقينا التشي واحد الفيلا خاوية ما فاتتشي واحد اضطريت أنا و ستيفان نقزولها من الداخل بقنا كندوروا فيها والفيلا فيها الحياة يعني ماشي مهجورة وبين العائلة ديالا أعلان خواوها إنفوها رب من الحبس لعجب لقينا كل شي ديالهم هنا قل لي ستيفان ممكن يكونوا غير خارجين ودك شو اللي وقع يلا تمينا خارجين وويت هالباب مرت أعلان وبنته كانوا فرحاني بزاف غير شفونا وميت صدموا كنت عند بنتك وكتليها فرحانة بزاف وهذا فرحانة ما كتكون إلا ركنت البنتها مع ببوها ببوها اللي في الأصل كان في الحبس أوليلا قد كتشوف فيها قلت لها فينا وآلان قد ساكت قلت لها كندوي معاك فينا وآلان بدايتك تبكي ما بدايتك تغوت عليها ما شي من حقك تغوت عليها رأى الفيلا قدامكم قلبوها إلا كنتم تم فاشلين أنكم تلقاوها لماذا حنا كتتعاملوا معنا بحلقة قلت لها احنا ماشي فاشلين وآلان سألقاوها ولكن من اللي سألقاوها كان وعدك من اللي سألقاوها ذلك اللحظة شاهدت فيها بنته قلت لها شوفين يمزيع ووصليها لي قل لي قل لك ايمن سايدو سيقتلك ثمينة غاديين وقال لي ستيفان نا تكلمة شوية حاولت تهدأ ولم تلقاوها مع الصب ولم تخليش الأمور شخصية بينك وبين آلان ولم تنساش بلاد القضية ركت همنا كاملين طلعنا الطموبيل ثمينة غاديين قلت لي ستيفان وش ممكن شو أهدي يعاوني في الولاية ويعطيني معلومات على القناصة اللي عندهم بصوابق شافي ستيفان وقال لي فشك تفكر قلت لي غير غير عاوني وغادي نقول لك من بعد وصلنا الولاية وستيفان نا عايت روحة ضابط قل لي سير مع السايد الله القسم الأرشيف وعطيت دواسة للقناصة المجرمين اللي فيش يلقين عليهم القبض شوف أعطي القناصة اللي داروه عدة جرائم مشيت أنا ودك الموظف القسم دي الأرشيف هنا كنقلبه كنقلبه وأخيرا جبد لي تلتاشر القناص مشيت البرو ديالي وبقت كنقلب كنبحات وكنقلب مزيان أعلان قال لي يا باللي القناص كبر منك وعنده خبرة عليك يعني غادي يكون في اللاج دي الوالد اللاج دي الوالد اللي يرحمه ويقدر يكون صغر منه شوية ويقدر يكون قد أعلان حييت القناصة اللي قمم توفر فيهم شورط وخليت ثلاثة طومي فان وأيسكو هذو كلهم داروا جرائم قتل المتسلسلة قتلوا الناس بكل احترافية بقيت كان في ليد دوسي ديالهم مزيان فان كان تشد في الحبس وكان وقع لي مشكل في ليد دياله دونك ميمكنش يبقى يدير القنص حييتو بقليه طومي وأيسكو هذي دوسي ديالهم وتميت قاسد الرئيس وقلت لي على المعلومة اللي اللي اكتشفت قلت لي عفاك سعدت الرئيس بغيت إدن بحث على الجوش خوتنا هذو قال لي فاشكو تفكر قلت لي أنا متأكد ده ماشي مية في مية ولكن متأكد أنه واحد من هذي الجوش هذو هو اللي يشتغل مع آلان آلان قال واحد كلمة قال لي بلي القناصة راك كبير فلاش وعنده خبرة والخبرة هي اللي غدي تلعب وهذي جوز من بين القناصة المحترفين اللي كانوا قتلوا بزاف دين الناس ودوزوا مدة طويلة عاد قدروا أنهم مش تدوم عطان الرئيس لطوريزاسون هبطوا شديد طوموبيل ومشيت نيشا الفيلة ديالي ماكنش اللي غدي قدلي الغرارات من غير صونيا ادخلت للدار وعطيت لطومي وإيسكو وكتلي عافك بغيت نعرف معلومات تلات جوجهاته قدت كتقلب مزيان على إيسكو قدتلي بلي عنده بزاف ديالجرائم وقال كليل أسف راها سيد مات مات يا عامين هذي قدتلي هادونك قد يكون طومي قدت كتقلب صونيا على طومي من بعض راها ساوية قد تقلب قد تشوف فيها وهي مصدومة قدت له شنو كينا صونيا قدتلي طومي خرج من الحبس اللي كان فيها آلان خرج من بعض ربع أيام ديال الهروب ديال آلان قدتلي هادونك قد يكون تفاهم معه في الحبس وحيش كان عارفه قد يخرج آلان كان عنده دافع قوي اللي يخليه يخرج من الحبس وهذا الشي كامل بسبب الانتقة عن نقطة صونيا وبسوها لبوسة كبيرة واخرش كان جري مشتنيشة الولاية كانت كسار رئيسها دير اجتماع دخلت عليهم وحطيت لهم الضوصي فوق البيرو وقلت لهم طومي طومي والقناص اللي خرجت دام آلان قد يشوفوا فيه رئيس داران ستيفان وقال لها هادونك قناص ولا محقق قل لي ستيفان والله ما عرفت رأي اصدمني اصدمني تنهر مشين الهبس رئيس ديكسا اعطى مدكرة بحث على المدعو طومي ستيفان قال لي باللي طومي رعنده تقريبا شي ستين عام وهو ألماني الأصل والصمعة دياله كبيرة بزعف الخدمة دياله كانت هيقها تلم أجور كيقتل كيتخلص من بعد سلسلة جرائم كتيرة أخيراً لا لقاوا عليه القبض من بعد ما بيع به صاحبه أما كل ما بيعش به عن مرة الشرطة ما كانت ستلقى لي القبض رجل دكي بزاف وكان ظن عامل سنة ما سيأترى لي بالأكس سيزيده خبرة كان ظن تدبه اللي تعارف ما عملك التعامل وخاصتك تخدم مع العقل ديالك رجعت للدار وبقيت أنا وصونية كان قلبهم زيانة لا على هالطومة هذا حيات دياله كيفاش عاش وفين كبار والعائلة دياله بززاف ديال حويش تصدمت من اللي عرضت باللي قتل وليدي واخوته وأمامه كاملين من اللي كانت بقى عنده تسع سنين وخلى الحادث يبنى لأسس أنه حادث طبيعي من بعد ما خلاهم احتناسوا وصرب الغاز وهو بقى كيلعب في الجردى بره وخليل من اللي يتأكد باللي العائلة ديره كلهم ماتوا مشك يجري عن تجيران وقال لهم عتقوا عائلتي من اللي جاء البوليس لقوا بأن العائلة كلهم ماتوا مخنوقين عرفت ديالساعة باللي أنا كانت تعامل مع مجريم خاطير بزاف قادر أنه يدير أي حاجة نقطة القوة دياله أنه يقتل عن بود حيث ما أبقاش عنده الجاد ليقتل مباشر ما عرفت حدي الفلوس غادي يكون عطاها آلان ولكن الهدف ديال طوامي دابا هو أنا نستدلو صون التليفون ديالي مات تمني ديال الصباح قفزت كان كأسحابني باللي آلان اللي عيط ليه وقيت الاتصال الجيني من الولايه قلت آلو آلو أيمن استيفررع ضربه بالقرطاس ودبره في السبيطر ومعرف ناش الحالة ديالو كديرا تصدمت وانت كنجري كاللبس في حويش بكل لحظة شافتني صونيا ما قدرت انخزين عليها قلت لها باللي قلت لها بابا كرة راح ضربه بالقرطاس بدأت كتغوت مسكينه وكتبكي خرجنا أنا وياهو كنجريه ماشينا ناشى للصباح طار اللي فيها ستيفان ندخلنا ورقينا الرئيس والبوليس بالزعف الحمد لله أن القرطاس جاء تشاهد الكتف ديالو تضرب ستيفان وهو قاس في الفيرو ديالو دونك اللي ضربوه قناص وهد قناصة قد يكون هو طامي ولكن بالله يكون ما كانوا قاصديني أنا أتقربون البوليس الرئيس شافنيك الفكر جهدا يوقل لي أعلن بغي انتقم منك ولكن هد قناصة بغي انتقم مننا البنايات كلهم اللي اللي إحدى الولايات بعاد بزعف قلت لي فنية قرطاس اللي تضرب بها ستيفان قل إياه رأيي عن الدكتور بشي تنويه عن الطبيب اللي دار العمل ستيفان وعطينا القرطاس غير شفتاونا نعرفها تشيطاك إمدوسون اللي كيدرب حوالي جوز كيلومتر ما يمكنش عنده نفس سلاح ديالي قلت لي سعدت الرئيس هرا عنده نفس سلاح ديالي طيوك احنا ما يمكنش نحديه وقع الله قع البنايات مستحيل ديك اللحظة صون التليفون ديالي وقع التاني نميرو بريفي قلت آلو آلو قال لي يا مسيو ايمن ان عارف بللي الرئيس غديكون حداك دوزوا لي دووا مع الرئيس قال لي آلو آلان غدي تندم عراك غدي تندم اسمعوا السي الرئيس انتم اللي ما كتعرفوش كونه هو آلان البوريس كلهم ديال بيترس بورغ غدي يموتوا وإلى عيديا لكم غدي يموتوا فيه ناس بزاف وعلي تبقى ببعدك آآ بس يا الرئيس انتغالي نخليكم تلخر عادا نقضيهم معك الغرض يالله تشاو قال لي الرئيس آلو آلو الرئيس ديك ساعش بالتليفون دياله وقاك يتفتف قلت لي مالك قل يخصني نعيد ذهب الولايه واحد الموظف تحت البرو ديالله ستيفان خليتو خدامت اميه حاول الرئيس يعيد لي ولكن والو ذاك الموظف قام جوا بشك يجري الرئيس ومشيت معه قلت صوني يبقى هنا أنا سأرجع مشينا بسرعة غير وصلنا للولايات طلعنا للفلاس اللي في ذاك الموظفة وللأسف القيناه ميت قتله والقرطا سجته في الراس نيشان ناضرت الروينة في الولايات لوج من الرجال ديالات صعبه واحد مات واحد زقل روسيا وخفها المافيات بزاف عمارش واحد جرأ انه يقاديش بوليسي وإلى الرئيس قام السيطرة على الوضع هاتشي غادي خلي المافيات الاخرين يزعموا وحتى هم ما غادي وليو تعدوها للبوليس يعني ما غاديش يبقى الامن وما غاديش تبقى السلطة وكل شي غادي يدير اللي يبغى رئيس عطى الاوامر بس الجاج كله يتسد جمع الموظفين كاملين وقال لهم تهديد اللي كيندابه وطلب منهم انهم يردوا البال ويديروا احتياطات ديرهم وقال لهم الاحسن في هذا الفترة هذه وقال لهم تخرجوا السيفيل لا تبقى واش تلبسوا للباس الرسمي ومشينا الاسبيطار وطمأننا على ستيفان الحمد لله الحالة كانت مزيانة ودخلت عنده وبدأت ندوي معه وقال لي ستيفان نعم صابي فرح تيدابه احنا كنا مهددين ما شي غادي سيدي يالله غرتاح خرجت انا وصواني ومشينا ديركت للدار اعلان ولا معيشنا الرب والتي تغادي وكنت صنق ورطا سجيني من شي بلاصة خصوصا نتعامله مع قناة الناس محترف وصلنا للفيلا ودخلت كندوش من اللي اخرجت لقيت صونيا جابت واحد الماتريال ومبرون شيئا مع البيسي وقال لي لي ما هذا قلت لي هذا المرة التصل بك القدر اللوكالي يزيو قلت لي الله لا يمكن ستتصل بالنميغو بخيفي قلت لي صونيا من اللي اعيط لك دراس قمك تسمى قطع عليه وهو هذه الساعة سيعود عيط لك نجرب الحظ يقدر هذه اللحظة من اللي سيعود عيط لك سينساق ميدر نميغو بخيفي ومن اللي سيطلع النمار هذه الساعة سينعرف لوكاليزازون دياله قلت لي اغلب المجرمين اللي كنادرنا معهم دلقادية نتمنى هو تصدق مع ألان ذلك اللحظة سونى التليفون نميغو بخيفي كيف لم تقلت لي صونيا ألو؟ قال لي ألو؟ قال لي لا نسمعك وانا قطعت التليفون وبدأت نرى صونيا ونرى التليفون ونتمنى ما تقلت لي ويصوني التليفون وهذا المرة النمرة كانت طالعة شافت فيها صونيا وفرحانة قلت ألو؟ قال لي ألو كيف جيتك اليوم؟ وما زال يقال قتل البوليس نقتله حتى ما يبقى فيكم انتشي واحد أما انت أيمن حسابي معك هو الأخر هاتشي غير كليتي ماكلتي ونأسف راشي أي روح سيطح انت واسبة وما تريد أن تقلت شيء واحد سلم لي نفسك يا الله الكرة عندك شكرا قطعت وقلت لسونيا أمضر قلت لي صافي عرفتوا فين كين قطعتني لوكاريزا سون قلت لي وارو ماشي معك قلت لي لا قلت يمشي بوهدي وما تخافيش علي قلت لي الزيت الفردي واخرش من الجيال أخرى واخرش من الباب الرئيسي في الفيلة وقلت طموبيل لديه قلت لي قلت لي ومشيت العنوان اللي فيه لوكاريزا سون فين كين أعلان لقيته في الوطيل ودخلت وسوّلت مزيئا وعردت أشمل شونبر كين وعردت بالليدابة كنت سنى العشاء الموديد الفندق عرفني بوليسي طلبت وقلت لي خليني أنا ندخلي العشاء لبست الباس للسيرفير وبقيت كنا سنى العشاء اللحظة لي وجود العشاء تم يتغادي أنه هو السيرفير آخر وصلنا للشونبر دياله دقينا وويحلينا الباب كان عريان ودلعبت وبينها معاه شي وحدة قال لنا الصعب غير خليوا الماكلة هنا أنا قد ندخلها قال لي ذلك الدري اللي معايا لا ضروري خاصة ندخلوا لك الماكلة له هذه هي الأوامير ذي اللوطيل بقاك يشوف تعيوف اللي خرق قال لنا واحد دقيقة ممشى البس بينوارد يالو واختنا اللي كانت معها داسكة جري ذلك اللحظة هو يحلينا الباب تمينا الداخرين بجوش شاهدنا ويقول لي نا ولزا مجي يمجوش جاي بيلي حولي قال لي ذلك الدري اللي معايا ضروري نكبرو بيك سيدي ونتارك ضيفة مميزة عندنا قال لي شفتك غير انتلك الدوي على الصاحبك مكيدويش ذلك اللحظة ونقول لها إذا دويت أنا عادي اسكوت لك القلب غير شاهدني ويتصدم ثم غاديك يجريك يقلب لا شيء ونجبت سلاح ديالي قلت لي غاديتحرك غاديتموت والصالحك عمكره مكره في السلاح ديالكم قتلكم ونقول لي وما بلي الدفاع النفس كان غاديقتني قلت لدك تسير فورا خرز وسد الباب قلت لها وقلت لها سير بحراتك ثم تخارجو حادر رأسها قلت لي أجي بعدها سيري وقف حدا اجبت تليفون ديالي ونصورهم قلت لي قلت لها المرتك نظن ستفرح من اللي ستشوفها تصويرها هذه ستفرح من التقارجلها عنده الضوء سمح لي قلت لها حرمت عليك هذه الليلة قلت لها قلت لها قلت لها خرجي في حالات كنتية يلا دابا اجبت المينوطة ودرته أهلا وبقيت قاس حدا قلت لي واش انت غابي يا صاحبي ما قلت لها بالنمرة هرا بينا غادي اللوكالي بقى غير ساكت قلت لي فين كين دكا وقى الناس طومي عيني خرجو قل لي ياه ما عليك بعد عارك عارك عرفتي معاملك التعامل قلت لي فين كين قل لي ياه فات الفوت كانك يصحابني بالله أنا مجرم ساعة فندك طومي كتار مني في الصراحة كتبغى انتقى منك هرنتائه ولكن تصدونت من اللي القيت وكي كرهها الولاية والرئيس وستيفانو والموظفين كاملين قال لي يا باللي تعدوا عليها وبالما تقول لي أعطيني معلومات عليها ما عمري نقول لكم معلومات عليها ونعرف نموت هات انفو غادي نقول لكم معلومات عليها لعائلتي سيكونوا ماتوا وهذا سيتديني الحبس وهو الثاني سيخرج منه هو لكن طومي ما سيزقى حتى يقشل كل شيء بقاك يشوفي وقال لي يا دعيتك الله خلفت لي على حياتي كنت عايث مزيان ومرتاح منتصلت لي يا مني عاييت ذلك اللحظة الرئيس ولحقوا لي اللوطيل الدو أعران وقال لي يا رئيس برافو لك نهار على نهارك تصدمني قلت لي ماشي أنا اللي ماشي أنا اللي جبته صونيا اللي اللي تكلفت وآلان في الآخر طلع بي ماشي شي واحد دكي الكارتة اللي فيها ندابة مع طومي كيفاش غاد ينضيره معه وآلان غنسي يقول لكم شيء معلومات رغم غادي يقوله ماشي هو براسه مصدومة من الوحشية اللي في طومي بغيت غير نعرف الموظفين في الولايه شنو داروا طومي هيت حاقد على الولايه دي لب الصح وحارف حتيقش لكل شيء قال يا والدي أيمن طومي حاقد لي آنائه كنت ذلك الساعة أنا غير محقق وكنت ذكي بزاف وقدرت أنا ينشده مليش دي شعطته قتله من بعد سلسلة جرائم كثيرة جمع المحققين دي الروسية كاملين والتوهد مقدر يشده إلا أنا ومليش الدورة ضربوه 35 عام 35 عام دي الحبس كنظن تعارف دابا لاشو حاقد عليه وحاقد عليه البوليس بصيفة عامة لحمار دي الآلان غادي يكون عطا سلاح بشي بشيقش لنا كاملين قلت لي رأى ماشي أي سلاح رأى طهال ورأى غالي بزاف وهذا رأى سلاح متطور بزاف لابا احنا رأى قدام مكينة القتل ما غادي تحبس حتى نحيده للبريس ديلتو ومحدنا كانت تعطله محد ضحايا كتار غادي يكونوا حيث هذا السفاح وكبير فلاج يعني ما عنده ما يخسر مشينا الولاية أعلان ما بغي اعترف بالتشي هاته هوالو دخلت كندوي ماء هنا قلت كندوي ماء بزاف وكتلي أنا عارف بلي بنتك ومراتك وماء حاجة عندك في حياتك وهم اللي يخايف عليهم بديت كندوي ماء وحسيت بي بدك يتطلق معي قل لي اعلان قل لي اعلانا قل لي ندوم معك ولكي ماشي ذابة حسيت بلي اعلان قد يعترف من اللي وعدتو بلي قد ينحملي العائلة دياله اللحظة اللي تميت مخرجوه قل لي دول حبس ديريكت قلت من الباب دي الولاية ويجي قرطة صفر راس جريتو عود دخلتو جبت سلاح ديالي وما كانت شي واحد ضربوا القناص ناضيت الروينة وبقيت كنت ترهد اوه ما عامل كانت عاملوه هنا وعليش سيقشر الالان علاش حليت لقى مي جدي الالان وبدأت كنقلب وما لقيته والو حليت لي الطاقية من راسه وقلب ثم لقيت فيه والو بقيت غالس وطلع لي الدم حيث اعلان كان يعترف ليه التحق بين ديك الساعة ستيفان وحازم يديه جح ديالي وقال لي مديرش بيرك قلت لي ستيفان راح جاب لي قرطة صفر راس وكان بإمكانه يقتني انا الاول يعني هالقناصه شي هاجه اكتر من المحترف جيت لومبينوس والدو اعلان رائس قال لي انا و ستيفان لا التحق وبيلقاعه اللحظة لي نط و تميت غادي وانا انا اعفط على ديك الطاقية ديال اعلان وحسيت بلي شي حاجه اصحه فيها زيت و تميت غادي وقيت كنقلب فيها بسباعي ادخلت القاعا وقيت كنقربها فيها الرئيس كدو وانا اقلب غرف ديك الطاقية اللحظة ليش بدت تموص وبدت كنحل فيها ويجت لي مهاكم حطيت الطاقية فوق الطابلو وانا انا شو بنا واحد بيس صغير من يقلب تمزيع لقيت هاجه هاجه تنصت عرفت و بقي خدام نطب شوية عند الرئيس وكتليها فودني بلي هذا جهاز تنصت وفي هذه اللحظة سيكون طاقية يسمع علينا بقينا كندوه بالعاني وكنقوله العمارات كلهم سيتقلبوا قال لي غزيدانس اي عمارة واي أوتيل ممنوع عليه يدخل شي واحد من غير لكارت ناسيونال دياله من اللي كمنا الهضر ونهرز ذلك الجهاز قيتشادوه في الدو وكتليه هما هذا هو السبب لي خلا طومية يقتل آلان من اللي كتكندوه مع آلاننا واتوب اللي غادي نحميل العائلة دياله قل لي انا مستعد نتعامل معك ولكن صبر عليه حتى الغدة اللحظة اللي كنا خارجين النار من الآمن الدآمات ديالك اللحظة صونا التليفون ديالي ولقيتها صونيا قلت لي قالو قلت لي قالو قالو أيمن قدوه هي مخلوها قلت لي مالك مالك يكلاباس قلت لي البوليس اللي كانوا واقفين لأحد الباب راح ماتوا بجوج مشيت كنجري ستيفان قال لي همالك يكلاباس قلت لي دوك رجال الام اللي كانوا واقفين احدى الباب ديال الفيلا ديالي راه ماتوا الرئيس شد فراسه وعرف بللي القضية حمادت و بللي هدي كارتة عمره وقعت فى فتاريخ الولاية عبت كنجري هزي الطموبيل ومشيت نيشة الفيلا البوليس والانبيلونس والصحافة وغير بلعصيت تم يتنازل ومشيت كنجري وبدت كنتفرق على البوليس وكان قل لهم كل واحد يمشى بحالاته يالله كل واحد يمشى بحالاته كنت عارف بلاد اللحظة قد يتوقع كاريته ذاك اللحظة يتوقف الطموبيل دياله الرئيس تم نازله وسط تيفان الصداع والروينة والصحافة بديت كنغوت بالجادة على الرئيس وكان قل لي رجع للطموبيل ولا كما كانت كسماني مشيت كنجري ويجري فيها قرطة سلولة ضرباتني في اليد ديالي وصلت عند الرئيس سطيفان وقل ليهم تحناو تحناو ورجعوا للطموبيل يالله دابا رجعوا للطموبيل وبقت قادسين ومتكي على الطموبيل وكان غوت يالله كل شي يمشى كل شي يمشى ما كانوش كسمعوني ذلك الساعة بدك يطايح واحد ورا واحد واحد ورا واحد ناضى تروينة وانا كنشوف هذا المنظر بنادم كتجارة وكنسمع غصة صوت دلة المية دلة الأم دوسون بنادم كجري وما كيعرفش الدربة مني كتجي ما شعرتش براسح تغيبت كانت ليلة كاريتية دوني السبيطار والحمد لله الدربة جاتني غرفها فالعضرة دي الكاتيف مات 14 واحدة دي الليلة هادي 14 واحدة دي قلت لشي واحد ما غاديش يتيق ولا تيق هادي يقول لك بل يقتلهم برشاش حيث فكرة انه يقتلهم بسلاح سنايبر مستحيلة دونك ادخونا هذا شي حاجة كتار من المحترف عباد الله كانوا كتجارة ومخلوعين ورغم ذلك كان كطيح ضحايا والغريف الأمر هو أنه والضحايا كلهم من رجال الشرطة وما كانت تشي واحد مواطن عادي واحد الصحافة ما تآدى فيهم تشي واحد هاد المدة كله في الحبس كان طومي كيوجد الانتقام دياله والصدفة جاته معاه مع اهلان يعلم الله فاش دواو كيفاش دواو ولكن اللي اعطى الله اعطاه لابا احنا امام ما كاريتا من بعد المزر اللي وقعت تشي واحد ما بقى كيتيق كل شي ولا خايف صونيا ما بقى لايوال وتولد وفي هاد الفترة عاشت مواقف صعيبة بزاف من اللي سمعت باللي تضربت خلعات بزاف ولاتك توقع انني نقدر نموت في اي لحظة دوس تقريبا خمسة عشر يوم وانا غير في الفيلا غير ناعس وكل نهارك اسمع كاريتا كل نهارك موتوا ثلاثة اربعة روسيا ولاتك تعيش انسينفار امني والحدود الساعة ما زال ما رقاوا عليه القبض وما عارفوا عليه حتى شي معلومة نطته ومشيت البلاست دياري حليت الكوفر فور اللي كان تدار فيه سلاح دياري جبته وبقيت كمساح فيه دخلت عليه صونيا وقالت لي ياه ركب باقي مرتاح يتيش قلت له صافك بارك علي خاصني ضروري ندار شي حل وقد ندار واحد الخطة وكانت منها تنجح وكان نظن جاء الوقت اللي سنستعملت السلاح هذا شديد صونيا من الداوك لعافك ركزي دابا غير في ولدنا ولدنا اللي مبقى لي يوارج لها الدنيا هذه وهذه المشكل انا اللي سيقع لي حل الزيت الباريزة ديالي وخرج الزيت طاموبيل ومشيت نيشة الولاية وانا غادي في الطرق كنشوف البوليسة في الشارع كلهم مخلوعين كبانو خايفين مره مراكز يزعيني ويشوف الفوق وليمن وليسر عرفت بلاد القناصة دخل بنادم يعيش اترابات نفسية وولا حديث الساعة كل شي كدوالي وصلت الولاية وتميت طالح مرقيت تشي واحد من اللي سويت قالوا لي باللي راه داري نشتي مع الفوق تميت طالح غير دقيت وانا ندخل شافوني هو الوجود يارم كانت كتبان حزينة بزاف ما عارفين شو الحل ضايخين متوترين قلت لي موامدرا كان هناك معلومات على طامي نقز واحد محقق وقال لي باللي طامي كانت عنده واحد العلاقة مع واحد المرة مهم هتشي قديم شوية قبل ما يدخل الهبس ورح طامي عنده بنت معه ورح عندي العنوان اللي كانت تواجد فيه الزوجة وده باك نصنر الرئيس يعطيني الموافقة باش نمشي نجيب لكم معلومات قلت لي يعطيني ذلك العنوان انا لغى نتكلف بالتحقيق هذا قل لي ولكن قلت لي شنو زعم هذا مش الدور دياري نقز الرئيس وقل لي ها أعطي الأيمن العنوان لذلك السيدة وقل لي هو يتكلف ولكن قبل ما ندخل صايده وكتك تشعر باللي انتم جيدا قلت لي سعادة الرئيس ما غدا نحس مزيان حتى يموت هذا الموجري ماذا قلت العنوان وهبطت ومشيتني شن نقلب عليه ضربت مسافة طويلة وآخرا لقيت العنوان هزيت معي السلاح وتميت غادي للدار دقيت وهي تحلية واحد المرأة قلت لها معك البوليس وهي تا عينها خرجوا دخلت وستديت الباب وبقيت كندوي معها على طومي وقلت سمعت اسميته حقدات وقلت لي ما تبقاش تدويلي عليه كنت فرحانة بزاف حتى يخرج من الحبس وقلت صافي غادي يجمع راسو ما يبقاش يقلب على المشاكين بنتنا مدة طويلة ويكت سنة كتسنة ببابا يعيش معها ويكون معها ومن اللي خرجها أول حاجة دار رجع للإجرام مش مشكل أنا أريد أن نقاتل بس نوفر لبنتي ذاك الحب كامل قلت لها فينا يا بنتك قلت لي أراها ناسا في البيت مشتت مسكينة للمرة فيقاته وتمت جاية بنته طومي استضمت من اللي لقيتها مسكينة معاقة جات عندي وقد اضحاك وعنقتها ونلقى علاجها طاقية قلت لمها علاج ملبسها طاقية وهي غير في الدار قلت لي ذاك الطاقية عزيز عليها أعطي الله أبا من اللي خرج من الحبس وقل سمعي الطاقية عمرك لا تحيدها من رأسك قمسكينة لا تريد أن تحيدها من رأسك عرفت تلك اللحظة 100% قد يكون لديها جهاز تنصت قلت كنقول لا ما فهمش كيف أشك يفكر طومي عندهم مرأة وبنت زوينة بهذا لكي يعيشوا يسمتها معهم ما زارك قلبا مشاكين غريب الله قلت له لا يوم لالانت آخر مرة أشاهدتها لم تبقيتها قلت لي من نهار خرج من الحبس هذه كانت آخر مرة أريد أن نذهب معاه فيها قلت له عافك لله لدينا واحد معارض الشرطة وهي مشارك فيه الرئيس لنا والرئيس لنا والعدو طومي إذا كان من الممكن أن ترجعك قل لي لطومي يرجع العقل دياله وما يقاديش الله يرحم لك الوالدين قل لي لي غير أيمن والد صعيده كنظن سيكونك يعرفه قل لي لي يقول لك اللي بغيتها اللي بغيتها اللي بغيتها قد يعطيها لك غير ما تقاديش الرئيس هاد الحفلة قد يكون في ساحة كبيرة وانتي عارفها وفي الساحة قد يكون فرصة سهلة قدام طومي أنه يقتل الرئيس ما بغي نشرد الحفلة هادية سالي بكاريتها هنا تخلي ورقة وسيلو وعطك نمر التليفون ديالي هالا قيدي صفر صفر خمسمية وخمسة واربعين ربعة أصفار ثلاثة خمسة سعود خلد النمر عندك إلى بانو لشي حاجات تصليبية يالله والله يهنيكم تمت خارج في حالاتي بلاني دويتها كايت كنت عارف باللي طوميك يسمعني وده بغضي نحاول ندر واحد الفخ ممشيت دريكت الولاية وريحت انوار رئيس بوهدنا وعطي البلان كامل اللي وقع الرئيس تخلى موقت لي ما تخافش غادي نشوفوه شوهاتك يصيب لي ماسك اللي غادي لعب الدور ديالك في الساحة اللي غادي نعتمده على بزاب دي المرايات باش ما نخليه شاء طومي يركز على الضحية طومي إنسان دكي وغادي يكون في الساحة ولكن مشاعر قبل الرئيس على قبلي انا وانا عارف انو في اي مهمة لقى الناس كتا انستال قبل تقريبا بستسويه الله دل غادي نشد البلاسة ديالي انايه غادي بدا نسكاني وانقلب اليه وكنت منه حاجة واحدة يساعدني الحظ ان انا نلقاه في جوجنا عندنا نفس النوادي السلاح دونك ضربة مني ولا منه وغادي تكون ضربة قعتيلة المهم هادي غادي تكون هي الخطة واللي بقى ما غاديش نقولوليك حيث ما زال ما فكرت فيه بقاك يشوف يا الرئيس وبحاله ما اقتنعش بيه ولكن ما كانش عنده باديل من غير انو يقتنع قلييا اشعدي نقولك ايمن الى ما توفقتيش ستكون ما الزرع والتاني قلت له لا تخافش كيف ما قلت لك الساحة ستكون كلها مرايات و اي قناص في العالم ممكنش يشوفها الى كانت المرايكة تعكس لي الشمسة قدامه وغير انت لو وقفتوه شفت مباشرة في الشمسة ما غادي بلكواله هزيت الباليزة دياليه تميت غادي وخرجت من الباب اللوراني دياله الولاية لقيت مع استيفان و قلت له اين غادي قلت له عندي واحد غرض غير هنا و سأرجع و قلت نيشا عنده واحد السيد تطور الاسلاحة غير دخلت عنده وضعت له ام دوستون شاهده و عجبه و قلت له سأرجع و قلت له و قلت له اصدده اصدده و قلت له 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 انت عارف بلية السلاحة اضرب المسافة يلا جوش كيلومتر اللي بغيت منك هو انك تطوره وتردوك يدربه جوش كيلومتر ونص يلا بغيت ويكتلي ما عنديش الوقت ضروري يطلق عليه حل وانا كنا عارفك مزيان على شقعد بيه اللي بقاك يحك في اللحية يديره وقال لي قدم عد وقيته جهوده تميت غادي وكتلي جوش كيلومتر ونص اتنسيون مشيت الفيلة ديالي ودخلت الدوش وقيت متكيه شافتني صونيا كنفكر وقال لي يا مالك قلت له كنفكر في واحد خطة وكنت منى تصدق الرئيس تكلف بالكشيل قلت له وقدر اعلان في تلفازه والجورنال باللي بعد غده سيكون حفل بعد ثلاثة وهذا الحفل سيكون خاص بتكريم رجال الامن والحاجة اللي زاد الرئيس واجباتني هي انه في الحوار ديروما واحد جريدة قال لهم بالليل الحمد لله لم يجري مرات تمكننا منه ضنق الحفل ما غدا يكون فيه احتشي مشكل هذ اليومين اطر رئيس المعلومات لبوليس كاملين قال لهم احتشي واحد ميبان فقط في الصباح وفطرت ومشيت نيشا الولاية الحمد لله البارح وهذا الصباح ما اوقعت تشي جريمة ووصلت الوقيته ومشيت نيشا فقط فيه ايه ودخلت عنده وقدت لي ها فين وصلت انتقول هو كيف تعرف عليه اصافران اضطيتك سلح خلصت وتغييت فيه ورجعتني لديه التحق بين هذه الساعة السيد الذي مكلف يصيب لماسك وخدام الرئيس حتى تخرج لنا ماسك يشبه للرئيس قريبا وحده 98% السيد الذي يطوّع أنه يكون هو الرئيس لبسنا البلس وعطينا بروتيج وكل شيء وانضادر الذي يدير سيكون فيهم هذه المرايات يعكسه الضوء سيبالي الراس بالله هدف غير مرأي هذه الساعة سيضرب الجسد سواء السدار وهذا ما سيقضي والله المهم قضينا الأمار وكل شيء هو هدك سيضرب الجنة المكلفة كل شيء يقضى الساحة عرفت ذلك اللحظة بالله طوامي سيقوم انستالي ولكن ما عرفش أشيء من الموبل فيه هو إذا قضرت على الموبلات كاملين اللي بعد على الساحة بجوش كيلومتر وانا كنقلبك نطلع الموبلات والوطيلات يلا كنت قد نطلع مع واحد الوطيل وهي يطلع شي شيء من اسمه ما الذي قربت حدوه الزيته أعرفت بأن الكاش الزوم السنايبر الذي يحمل عين ملخة قلت كنت ترى عدو قلته لا يمكنك لا يمكنك عرفت ذلك اللحظة بالله طواميكين في هذا الوطيل ذلك اللحظة التي تطلع فيها وعبرت المسافة ما بين هذا الوطيل والساحة وعبرت المسافة ديالي جوش كيلومتر ونص ومن حصل الحظ لقيت واحد الوطيل حتى هو عالي طلعت لي وانا نسرح سلاح ديالي وبدأت نزوم إلى هذا الوطيل قلت نقلب نقلب وما بين فليه وبدأت نقول له يا كما خطأت اللحظة يأتي الاتصال هذا التليفون قلت نميره قلت نطلع وقلت نطلع في نفس الوقت قال لي اه واذكي أصحابك بالله أنا غابي ها؟ غابي أنا أنا عارفك بالله لقيت الجهاز للصوتها في الطقية الآلام ها قلت نحن من اللي شفتي بنتي أوطماتيك مون غابي أتعرف باللي تاي عنده جهاز للتنصوت الساحة والاحتفال والعيبات واذكي نشي احتفال فضلة الكاريتات كل نهاركي موتو ربعت البوليس ويالله مودق سيره بش ماتوه خمسة عشر واحد دقة واحدة وكيدوه معي وانا كنقلب كنقلب وذيك اللحظة وانا نشوفه من اللي زوميت عليه لقيتك يشوف فيه ويغمزني قال يا كنظن باللي لقيتيني واخا صراحة نفودي لك لا بأسة به ونقدر نقولك باللي باباك كان حسن منك يمكن حيث هو كان كبر منك وانتع حتى انت من غتو كبير غتو مزيئة ما كهمش الموهمة برافو عليك شنو دابا غتضرب التولا نضرب انا كيفما كانت شوفت انت عندك الام دوسون دونك واحد فينا غدا يموت انكت اسمعها طامي ما زال ما فات الفوت ممكن انك تسلم رأسك بدك يضحعك قال لي عرف عمري 64 عام الشاباب والقوة ديلي كلهم مشوا لي في الحبس بسبب البوليس صافي انا حياتي ضاعت من الاحسن نموت وعركنا قبل ما نموت وعدي نقتل العدد الكبير من البوليس وما دام حتى انت من البوليس حتى انت غادي تموت قلت لي طامي كنظن باللي واحد غادي يموت واحد غادي يمشي السبيطر شكون تفهم وشكون انا فيهم بدك يضحعك قال لي مسكين ما زال ما عرف وارف الضمين ديك اللحظة يتيري فيها القرطاسي قدرت توعاتني ولكن ما قدرت ان تختارق للحم ديلي قلت لي طامي استلاح ديلي رعدلته يقدر يضرب جوجه نص كيلومتر المسافة اللي ضربتني بها رهجوج كيلومتر ونص قرطاسي وصلت ضعيفة استلاح ديلي انا يطورته وقد يضربه حتى الجوجه نص كيلومتر قرطاسي ستوصل لك مجهده تاو ضربته السقتالي في الجبهة ديلي قرطت بديت قرطت بحرط الدربة اللي ضربني حتى جاب لي من نفس الدربة اللي ضربني اخر مرة وقعت على الرئيسة وقالت لها كل شي توجهه الأوتيل في المكان المعلوم وقالت لقاه في الطابقة 115 الجوتة طامي نزلت أول شيء قدرت بسرعة لفيلة عند صونيا كان علي واحد ضغط كبير كان عن بي غير الله كنت حابس دموعي وأكثر من الشي كنت خايف كنت خايف كنت خايف لاتشي ميصدقش كنت خايف لتوقع شيء حاجة ونموت ومنوقعش نشوف صونيا ونتحرم من أنني نشوف ولدون عيش معه غير دخلت الفيلة تلاحيت عليها وبقيت كنت تعانق عنويا قلت له قتلته 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 يا صونيا قتلته فرحات بزاف سونيا ديك اللحظة بزاف دي طام ولاد دي البوريس وقفوه دي الفيلة ديالي وتمجي ستيفانو والرئيس وفرحانين فرحانين ما قدام فرحة حييت عليهم واحد الحمل الكبير بزاف قلت سوق قيت كان عود لي من خطة ليدرته بقاوكي دحكوه قتلهم اه عارف خطة دي الاحتفال خطة غابية ولكن الخطة الرئيسية هي اللي كان عايق بها طامي ولكن اللي ما كانش عارف فا ولكن ما كانش عارف بلي المسافارة بعيدة بزاف وباللي الامدونسون ما يمكنش تفوت جوج كيلومتر من اللي زمالي وبينت الامدونسون عندي فرح بزاف وعرف بلي ما كانش خطور عليه ولكن اللي ما كانش عارف هو انني طورتها والتي تقدر بالمسافة ديالله جوج كيلومتر ونص وهي المسافة اللي كانت بينه وبينه في الاخير قتلهم بلي الفضل كامل كرجال البياسة ورعتهم ذلك اللغة التي يحمي العين ذي الزوم وكيف يشطح في اللحظة لك سنطلع الأوطيل لنا قال لي يا ستيفان فكرت في أولا كنا كنت بغير قتله وكنت بغير قتله وكنت حاكم الخطة مزيئة وكنت حاكم الخطة مزيئة وذلك الساعة كون فشلت كان سهل لي انني نشده مشينا كامل الولاية وآخراً رجعت الفرحة ورجعت البيهجة ورجعت الاعتبار في ولاية الامن في بيترسبورغ الشهرة تزادت بزاف من بعد مقتل طومي الوفاة دي طومي خلانا نشوفه الحياة زوينة كان بحل شي غير مكحلة وانفو مشاتة ولا الجو صافي وزوين رجعت الحياة كيف كانت تشي واحد موقعك يخاف ولكن الدولة دارت بزاف دي القوانين أولهم ولا ممنوع لأي واحد يأخذ اسلاح دي السنايبر الى ما كان شاء كنت تعمل الشرطة اللحظة اللي كانت قاس فيها وكان استمتع بالإنجاز وكان حسب الأيام والدقائق والساعات بشير بشير تحق بنا وليدي سايد وصلنا التليفون ديالي هنا نقفز صارحة بقيت بقيت مشوكي من دي الأيام الخيبة من اللي قلت أعلو رقيتهم شي ناس من الحكومة وقالوا ليبلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض لكل لاشا من تولى إلي ديالك ورئيس ولاية الأمن اصدمت وقلت أولا الرئيس صدقة واحدة كنت عارف بلي الجرائم اللي دار طومي زعزعة الدولة خلت الدولة متوترة وخايفة خصوصا باش تعطلوا بزاف أنهم يشدوه بعض الأحيان كتكون ديك الخطط التافية هاي اللي كتصدق وهات شي صدق معي آناي طومي بقى معولة لجوز كيلومتر وأنا لا وبالشي باش ربحت مشينا كاملين عند الرئيس رحب بينا وتعشينا وحسيت بي بلي فخور بينا وأكتر حاجة فخور بي آناي أعطاني واحد ويسام خصوصا من اللي عرفني أنا مغريبي وماشي روسي قال لي يا شوف أعطاب الرأسك روسي وكيف ما ضحيتي بحياتك على هذه الأرض هذه حتى هي غادي تضحي على قبلك فين ما كنتي في أي دولة وأهم حاجة أعطاب الرأسك واحد مننا بدك يدو مع الرئيس وقال ليها كنظن باللي غادينا ناخد لك هذه الولدات ما كلاش يبقى معاكم تمامايا كنظن باللي خاصي يكون مع الحكومة بقينا كنضحكوه دو ازناهم سيزوينة بزاف كنت محتاج فيها حاجة وحدة العائلة ديالي يكونوا مازال حيي وفرحان بيه وفخور بيه وعلى رأسهم الوليد لي كانت توقى الناص وهذا اللحظة وانا قالس وكان شوف ذاك الاقصادي الرئيس الكبير وكان قول له ايه ايمن فين كنتي وفن وليتي من بعد الإنجاز اللي درته الرئيس عطاني عطلة ديالشهر قال لي اسمتها في انت ومراتك وانهار تكون كتولد كون حاضر معا ودك شو اللوقع دازل وقت ودك الليلة فاقت صوني وياك تغوت وجاهل وجاع قاصح بزاف الضارجة عضاتني كانت غطي ريال لحم نطت وانا مخلوع ما عارف باش تبليد اديت اديرك للسبيطار دخلت تولد وبقيت نصنى برعناه غادي جاي غادي جاي من اللي قربت تولده دخلت نويه قال لي يا الطبيبة بقاشت فيه ديال مرتك وحاول انك تشجع كتير رغت تبع فيه يا عضان قد تشوفيه وكتغوت غير عطيته يديا قامت القاتل بالعضان هي كتتعصر وكتعضلي في يديا اللحظة اللي سمعت الغوات ولدي نسيت الألم ديال عضان وحسيت هذا الإحساس جيدا من اللي طعنا البابي نهزوه واو كان أجمل إحساس قد نحسوه بقيت كنت نشوف سونيا ونشوف البابي ونشوف رأسي وكانت تخيل والديه كنت أسعد إنسان في العالم ذلك اللحظة هزيت البابي ديالي وبدأت نشوفه وكتنت قد تكون وصلنا برع اللي غيأخذ الخلافة من بعدي قلت كتغوّد صونيا وقالت لي الله لك أنت لك بعد لي لولدي هذول دا دا طعنا وحطاهم آخر لحياة ديانا كانت عندي نقطة ضعف دابا ولو عندي جوش واللي تخايف نخسرهم ومستعد ندير أي حاجة على قبلهم كانت هذه الحكاية ديالي اللي من البداي ونك نعيش فيها لحظة حزينة بزاف ولكن دابع جال وقت لنفرح جال وقت لنا نعيشت أنا سعيد مع العائلة ديالي ولدي ومرتي كان معكم أيمن صايدو كان نهاية كل القصة لك أنت أول مرة تشوفت قناة تخلي اشتراك وما تنساش خلي تعليق قول فيها الرأي ديالك في هذه القصة هذه وأهم حاجة ما تنساش ديما سوفيان ستوريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر